معكم دكتورة مه عبادات أخصائي الأطفال رح نحكي عن كيفية التخلص من الغازات عند الأطفال للردع بكاء الطفل والغازات المصاحبة لإله هي من واحدة من أكتر التحديات اللي بتواجهها الأم خلال الأشهر الأولى من عمر الطفل وهو السبب الرئيسي اللي ممكن أنه يؤدي إلى ما يعرف بمخص الردع تعريف مخص الردع هو بكاء أو الألم المصاحب لبكاء الطفل أكتر من ثلاث ساعات في اليوم لأكتر من ثلاث أيام بالأسبوع لأكتر من ثلاث أسابيع كيف إحنا بنقدر نتخلص من الغازات أو من مخص الردع في عندي بعض الخطوات اللي إحنا لازم تتبعها الأم بالأول اللي هي المحاذير اللي لازم تتبعها الأم عشان نخفف من نسبة حدوث المغص والغازات عند الطفل أول شي خصوصاً للأم اللي بتردع ردعها طبيعية أنه نحاول أنه الأم ما تأكل أي شي بينفخها لأنه أي شي بينفخها ممكن أنه ينفخ الطفل الشغلة الثانية المساعدة على تتشاية أو تجشع الطفل عادة يفضل بنص الردع وبآخر الردع وهذا الأشي بيخلص الطفل من الغازات أول بأول الشغلة الثالثة ممكن أنه إحنا عادة نشجع الأم أنه لما تستخدم الردع أنه تكون الردع مائلة تماماً بحيث أنه حلمة الردع تكون كلاتها حليب ما يكون فيها هوا يدخل لبطن البيبي وبالتالي يعمل له غازات والشغلة الثانية كمان أنه دائماً نحاول أنه ننظف أنف البيبي عن طريق استخدام المحلول الملحي أو جهاز الشفط الخاص بأنف الأطفال الردع لأنه أي إفرازات بسيطة بتكون جول مجاري التنفسية الأنفية تحت الطفل ممكن أنه تخلي الطفل يلاقي صعوبة في الرضاعة وبالتالي ياخد أو يدخل هوا زيادة وبالتالي هذا الإشي بيعمل غازات أكثر عند الطفل هلأ في حال حدوث المغس أو الغازات صارت أنه واضحة عند الطفل حديث الولادة فإحنا ممكن أنه نعمل مساجات للطفل وعادة يفضل تكون المساج بالسرة مع قارب الساعة بحركة دائرية من جوة لبرة اللي هي هاي حركة الأمعاء عند الطفل بالإضافة لهذا الإشي ممكن نعمل إحنا حمام ما يدافي بالإضافة للمساج اللي بنعمل خلال الحمام بعد هيك ممكن إحنا نعمل تمارين للطفل بحيث أنه إحنا نضم رجلين الطفل عند بطنه ونفتحهم بحركات متتالية أو بحركة الدراجة هذا الإشي بيخفف شوي من المغس عند الأطفال غير هيك ممكن أنه الأم تحط البيبي على بطنه على رجليها وتحاول أنها تطبطب على ظهره برضه إحنا في الحالات معينة اللي إحنا منحس أنه مش قاعد عم بتجاوب معنا هاي الخطوات البسيطة في البيت وإحنا ممكن أنه إحنا نلجأ لبعض أنواع الأدوية ممكن اللي هي تحتوي على بعض أنواع الأعشاب مثل الشومر ومثل الكراوية طبعا هذا الإشي بعض نصيحة الطبيب أو ممكن مرات في حالات معينة أنه إحنا نستخدم بعض أنواع البكتيريا النافعة أو البروبيوتك بحالات الألم الشديد ممكن مرات نستخدم البرسيتامول كنوع من المسكنة الألم عند الطفل وذي وذي شيء من كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر